بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا المشاهدين الكرام خواتنا المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات نسأل الله لنا ولكم أطيب الأوقات ولأمتنا بطبيعة الحال وأحسن الفهم في الآيات يا مجيبة الدعوات اصرف عن أمتنا النكبات والعثرات والويلات والشتات آمين سلام عليكم وتحية لكم أينما كنتم تتابعوننا مرحبا بكم في مفتتح حلقة جديدة من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواما نسأل الله تعالى صلاح الدين والدنيا وصلاح الدنيا بهذا الدين فلا صلاح للدنيا إلا بهذا الدين وبعد عنوان هذه الحلقة فرض العلمنة على العالم العربي فرضا وهذا يفسر لنا أنه جربوا كل المناهج ما عدا منهج الإله العظيم ما خلوش شيوعية اشتراكية لبرالية علمانية ما خلوش طبعا أخذوا من العلمنة جانبها المظلم ما خلوش مثلا الديموقراطية الحقيقية والانتخاب الحقيقي ويعطوا الشعب حرية التعبير لا 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 أخذوا فقط جانب العلمنة بمعنى إقصاء الدين نقطة وبس إحنا بنختار ما نشاء إحنا بننق على كيفنا تمام تمام قبل ما نتوفي الموضوعات نقف مع قول رب السماوات سبحانه بدنا نوقف اليوم عند الآية الكريمة ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما السورة سورة النساء والآية رقم 104 السورة رقم 4 نزلت سنة 4 ويعني هذا من المناسبات تتكلم عن ظلال غزوة أحد التي ما زالت تصيب المجتمع المسلم بشيء من الاهتزاز بشيء من يعني الصف يحتاج إلى لملة ما تبعثر منه مش سهل مجتمع صغير سبعون شهيدا سبعون جريحا والرسول عليه أزكى الصلوات كلكم يعلم أكل انضرب هنا وانكسر سنه وضرب على الرأس عليه أزكى الصلوات والتسليم وتجرأ اليهود في المدينة وتجرأ الأعراب حول المدينة وقلنا من قبل حتى إن أحدهم احستاق احب إلى المدينة وغنمها وجاماشي تجرأوا بعثنا مقرئين يقرئوا الناس القرآن قتلوهم من شدة تجرؤهم على المسلمين رب العالمين يخاطبنا بآية سابقة من آل عمران برضو عن معالجة نفس الجراح التي ترتبت عن غزوة أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آل عمران بعدها النساء وهي هذه الآية إذن آيتان في موضوع واحد هو معالجة الأثر النفسي وما ترسب وترتب ما هي هزيمة معاذ الله لكن فاتنا النصر بمخالفة قائد مجموعة واحد لا تغادر مكانك إلا لما أبعت لك أمر مباشر من عندي من عندي بأن تنزل بتنزل أنتم احموا ظهرنا لو رأيتمونا نقتل تتخطفنا الطيرات غادروش حتى يأتيكم مني أمر رأوا المسلمين بيقتسموا الغنائم جونازلين يا الله هؤلاء خير المسلمين بظلوا بشر إلا يوقع إخواني أخطاء ورب العالمين دفعنا الثمن غاليا لنتعلم ما أقول تعلم من كيسك اشتعليم نظري لذا بدك تتعلم بأن تدفع الثمن غاليا سبعون شهيدا منهم سيد الشهداء حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المصاب فيه جلل والله موسهل وحشي مثل ما بتعلموا طرصده وهذا من من رمات الحب شقولوا أنا لا أخطئ بحد النقطة في العنق في الرأس في الرجل فضربوا في المنطقة الحساسة خرجت الحرب من ظهره وجدت باقي القصة معروف فحزن وألم شديد يعني ألم على المصاب بكم الشهداء الكبير وتجرء المجرمين يعني فاحتاج الأمر إلى معالجة وردك وَلَا تَهِنُوا كَرَرَتْ بِآلِ عِمْرَانِ وَبِالنِّسَاءِ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا وَأَنتُمْ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا تنتقمون بها لما جرى في أحد أما اليهود الذين تجرأوا على نقض العهود فتعطوهم درس لا ينسوه إلى أبد الأب آبدين ومدى الأبد الدور والدهر والزمان لقنوهم درسا لا ينسى حتى ما يتجرأ عليكم الطغام هؤلاء والسفلة والأمم التعبانة وَلَا تَهِنُوا في اتغاء القوم إن تكونوا تألمون قتل المشركين سبعين مثل ما قالوا المشركين هذه واحدة بواحدة رد عليهم ماذا نقول يا رسول الله قولوا لسنا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار يعني ها سبعين وهي سبعين وانتصرت في بجل انتصرنا في أحد لا لسنا سواء لسنا سواء على كل حال ولا تهنوا اتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وهم أيضا فقدوا من زعمائهم ومن قادتهم أيضا عددا لكن شف وترجون من الله ما لا يرجون شهداؤنا في الفراديس إن شاء الله في الفردوس الأعلى عند ربهم يكرمون يرزقون وكان الله عليما حكيما يا سلام عليما حكيما يربيكم بعلمه وحكمته درس لا ينسى مدى الزمان والتاريخ هذا محفوظ مو تتكرر المأساة إياكما دفعتم الثمن غاليا بمعصية الرسول بأمر واحد يا مسلمون تخيل الآن من تخلوا عن شريعة الله منهجا وقانونا ودستورا وأخلاقا واعتقادا وعبادة وتطبيقا وعلاقات دولية كله إحنا علمانيين طبعا علمانيين في ديمقراطية عندهم العلمانيين قال إحنا علمانية من غير ديمقراطية الحرين أنت شريك معانا وقال الله والله العفو العفو إحنا لا شيء أقل من صفر الحمد لله عارف نفسك أي والله عارف الحمد لله وكان الله عليما حكيما فيما يربيكم مولانا سبحانه يعني هذا مرور سريع بالآية الكريمة أما شرح العنوان فنأجله شوية أشعر من قدم الشيء على إرسالة الأسرى أخواني الأسرى والأخوات الكريمات حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله والبركات أسأل الله لكم فرجا قريبا من عنده بتدبيره سبحانه وسيجعل بإذن الله إما بمبادرة أسرى وإما بما لا نعلم عند الله ما لا ينتهي من أسباب الإفعادة راجعانكم إن شاء الله تعالى ثبتكم الله وعانكم الله وبعد فهذا العدو الذي تواجهونه نيابة عن الأمة كلها بل الإنسانية برمتها مش فقط عن شعب فلسطين وأبناء القضية لا أنتم تدافعون عدو الإنسانية إي والله عدو الإنسانية كلها هذا العدو خال من القيام ومن الإنسانية والمشاعر السوية ومحكوم بهواجس العنصرية والتفوق وأنهم أبناء الله وأحباؤه منتهى البساطة فلما يعذبكم ولولا الخيانة ما تأخذوها فلسطين بويا منتهى البساطة لو كان بإخلاص ما تروح فلسطين فلسطين راحت أوانطى ما خلاص محكوم بهواجس العنصرية بقول لك إحنا أولياء الله وأبناء وأحباه تحلم بل أنتم أعداؤكم يعني من أوهامهم ينطلقون في معاملتهم اللا إنسانية لكم لغيركم وتغاضي الدول ذات الوزن عن هذه التجاوزات يعني أمريكا دولة وازنة بريطانيا كانت دولة وازنة الآن دولة واهنة من العيار الخفيف الآن بريطانيا تلمل مجرائحة ومشاكلها ولحقاها أمريكا إن شاء الله الانهيار والتفكك يبدأ من الداخل الحضارات الكبيرة مثل هذه بريطانيا كانت أمبر أمبراطورية ولكن الآن دولة بهذا الحجم منكفة على نفسها تلعق جراحها ويلا تحل مشاكلها وشوف جنسون أنت مش فاضي يمشي تشعراته يعني ولا يرتبهم مستر جونسون مسكين على كل حال مش مضوعنا ويك شيرتشل والأمة الخطيرة اللي كانت يتقود هذا البلد على كل حال إذن تغاضي الدول هذه عن تجاوزاتهم طيب يسلحون المجرمين بفلسطين من أجل أن يقتلوا إخوانهم طيب الآن يقتلون يوميا من المدنيين غير المسلحين ويهددون الأقصى ويصادرون أراضي من وقعوا معهم اعترفوا يا منظمة التحرير أنه الرمز غنطي أخي مش مقدس الرمز مش مش إله الرمز استغفروا الله العظيم أخطأنا في السلام مع إسرائيل لا ما أخطأناش قامت لنا دولة أنتوا عما أنتوا مغفر شرطة تعمل تحت خدمة الاعتلال نقطة دولة دولة وبتردحوا للحماس غزة خربت غزة وعمرتوها أنتوا ما شاء الله عمرتوها الضف ما شاء الله غزة الوحيدة في عالمك العربي اللي واقفة لإسرائيل أنتوا شغلين شرطة عند إسرائيل بتتتبعوا الناس بتسمعوا على الناس أقول يا باسط بلح سنبسط لسان أكثر من هذا أقول مع كل هذا يبقى التعلق بحبل الله والصبر والاستعانة بالله وزيادة اليقين والثقة مزيدا من الصبر مزيدا من اليقين مزيدا من التحمل ومن أخباركم أن الأسير تميم عمران مضرب داخل الزنزانة مساحتها متر كما عنونت إحدى جرائدنا ودخل الأسير يومه الخامس عشر يوم الجمعة في الإضراب والقواسمة أسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويعافيه ويخرج منها الأزمة يا رب مرفوع الرأس وقد حقق ما يريد يعني بين الحياة والموت القواسمة الله يتولاك يا قواسمة ثبتوا أهله ثبتهم الله وأثابهم الله هذا بطل إن شاء الله تعالى يعني وصل يمكن التسعين يوم واللكام مضرب عن الطعام كله ولذلك غدا كان قصب أقدامه ولا إيدي يعني أقل من ربع ما كان يا الله ودخل الأسير مش عاوزين نخش في التفاصيل وماذا قال والده ووضعه سيء المخلاصة أجر عدة عمليات هذا وشيقه تقول عنده الطلاب في عضلة القلب وإلى كلام طويل ومن أخبار الأسر أن هناك مطالبات بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسر المضربين طبعا العدو هذا فوق القانون الدولي فوق المطالبات فوق الدول العظمى ليه لأنه مخترقها جميعا وماسك عليهم وماسك ذال لهم كلهم هذا عدو حقير ممو طبيعي حقارته فوق المعهود ولذلك مركع العالم كله لأنه عالم لا أخلاق لا قيم لا غيره بيشترونها بالفلوس بيشترونهم بالصور بيشترونهم بالوثائق لا أهام بتخو الله المستعان الله المستعان طي إذن ستة أسرى يواصلون ضرابهم بعضهم وصل التسعين مثل ما قلنا فرج الله عن جميع الأسرى في رسالتنا للأسرى ننقل خبرا برضو عن جملة لنحميها حملة دولية للمطالبة يعني عن الأسرى إسراء الجعابيس لنحميها ومواجهة سياسات القمعية والإهمان الطبي الذي يمارس بحقه والإفراج الفوري عنها وعن الأسرى المرضى أسرى الجعابيس يعني ألا لعنة الله على الظالمين حاملة أسطوانة غاز بدأت غيرها لمطبخها فجروا الأسطوانة برصاصة حرقة السيارة وحرقة الست قال راح تعمل عملية هل لا شققتم عن دماغها وقلبها قاتلكم الله يا صهائنا في الذكرى الأربع وخمسين لاغتيال جبارة بنت جبارة تتحدث عنكم أيها الأسرى قالت عن عملية النفق بطولة غير اتيادية ينبغي الإشادة بها والحفاظ على هذا التاريخ النضاني وقالت أن الظروف التي يعيش فيها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ظروف غير إنسانية وهي ممارسات ضعي نوع من حقوق الإنسان وضد أي احترام للإنسان ومع ذلك تجدها قائمة ومستمرة وأردفت يجب أن نعطي هؤلاء الأسرى الأبطال حقا أبطال حقا نعطيهم المكان التي يستحقونها وأكدت وجوب دعم الشعب الفلسطيني قولا وفعلا والمقابلة مع هل فيه كانت بإحدى الجرائد والمدخول وينبغى أن نكون مناضلين جنبا إلى جنب مع هذا الشعب الفلسطيني يقول هذا كلام أبويا كان يقول دائما هذا الكلام وهو قيفارة وعربت عن حبها لفلسطين التي وصفت بأنها تاريخيا مكان بلد شعب وأمة شيء واحد وقالت عنهم المتحدة أنها اعتبرت جزءا من أراضي فلسطين منحة منها لإسرائيل طي إحنا جعلنا العنوان علمنة العالم العربي فرضا قسرا لا هم حابين يعني جئت على قلبنا مثل العسل فرضت العلمنة لأنه حتى اللي كانوا عاملين مسلمين أو إسلاميين أو معرفش التوصيفات كله كان مرحلة وأرتفجل يعني مفتعل مصطنع وبان لما قالوا كش إسلام هي طبعا كل الناس عاشوا في ظلال إسلام وذاقوا حلاوة الإيمان قرن كامل يقولوا هي كش إسلام أي لا في شيء غلاط في شيء غلاط أنا كل حال لماذا جرب العرب كل شيء إلا تحكيم الإسلام هل القوى الكبرى تمنعهم أم هي قناعتهم ها احنا بنسأل ها سئلة وهل القوى الكبرى أكبر من الله يا الله مو أنتم مسلمين تعتقدون أنه الله أكبر شلونت قلوم كل صلاة الله أكبر بتعدوها مرات ما تشربت هاش القلوب والعقول الله أكبر من بريطانيا ومن أمريكا ومن فرنسا انتحاد سوفلتي وانتحاد النيلة والمهم ها ها وذولا أكبر أم الله يا مسلمون يا مؤمنون يا عرب يا أمة الكل هنقول لكم إيه إنما كانت مرحلة إن هو تطبيق الإسلام المزعوم أدت غرضها ثم ذاب الثلج وبان المرج أي ما تحت الثلج ولو كنا على الإسلام حقيقة قرنا من الزمان فكيف تركناه في لمح البصر مع الفرح بتركه هو 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 يسنا أفرح أنني لمجتمع ترك الإسلام وخلعنا العبايا وخلعنا الشادور وخلعنا كل شيء والربع حلال والسفور حلال كان الخمار فراغ صار ما هو مطلوب شرعا ولا ذقانونا ولا شيء هل كان مطلوبا منهم ذلك أنه تبنوا الإسلام عشان عشان لما نمرر إسقاط الدولة الأثمانية يكون فيه مبرر عشان نمرر حلنا الإسلام الحقيقي بينما تركيا إسلام صوفي خرافي آخ فيلم فيلم مرتب متقن متقن هل كان مطلوبا منهم ذلك بدنا نقرأ أخواني بدنا نقرأ يا بويا نعرف ما وراء الأكماء بدك تقرأ اقرأ أول ما نزل من قرآنك بدك تقرأ كل شيء بس باسم ربك ثم تغيرت الأوامر ولماذا ظهرت حركات التشدد في العشرية الأخيرة كداعش ها ها داعش ما كم مليون مرة قلنا لكم صناعة أمريكية إيرانية عربية كم مرة مللناك بقد معي بس عشان رسخها في العقل ولاحظ طلعت أمريكا من أفغانستان فجر فورا ففجرت الموقف داعش فورا احنا محل أمريكا حلوتك وأردوغان بيسأل بالفم المليان منه لنقل داعش من سوريا إلى أفغانستان عنده الجواب هو طبعا بس عشان حرك موخينا ونشوف آها إذن أعتقد إنها اختلقت أو خلقت ليقال هل تريدون الإسلام تفضل هاي دولة إسلامية شاهد شنو تساوي قتلت الناش طلع هذا يخطب على المنبر وروح ولاحظ بعد ما أنها مهمته بس طلقوا خلصنا ها ها انتهت المهمة دمروا الثورة في سوريا دمروا الحركة في العراق تحرق ودمروا صورة الإسلام أخطر شيء إذن نجحت أمريكا إذ افتعلت هؤلاء المجرمين إنها لم تكن دولة إسلامية إطلاقا ولكنها مفتعلة قال رقيق جواري سبايا 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 من واجبتها قال لهذا الإسلام كذبتم على الله يا مجرمين كانت تلك مرحلة كان العالم كله يتعامل بهذه الطريقة مونحنا نخترعها كانت معاملة بالمثل متى استعبدتم الناس ابتعقشوا بالتفاصيل يا شيخ مش أن بناخش ما بنبدأ ولي صورة الإسلام ما هي هذا كله مفتعل artificial من أجل أن يشوهوا صورة الإسلام وأشهد أنهم نجحوا نسبيا أشهد يعني إذن حركة مفتعلة مثل ما كانوا اللي مئت سنة مفتعلين بالإسلام إذن كله artificial يا عجي عجي بدنا تنتبه يا أبو إخواننا نفعل هذا ونفكر think a big فكر تفكيرا كبيرا نضحكوا علينا بعدين لما أدت رأسها صفي الرأس لما أدت غرضها المهم رسالة إلى الداخل الفلسطيني وإلى المخترقين في الداخل الفلسطيني يا أيها المخترقون يا من تقتلون إخوانكم يا إخواننا خبر مرعب قلناكم المرة الماضية أعلى نسبة قتل في العالم فلسطين يا الله في مقابلة الخطيب الله يكرمه هذا الفلتة من الفلتات الزمان هو الشيخ رائد صنوان كريمان بطلان رمزان ماش أرب يحفظ ويبارك كما الخطيب في المقابلة بيقول نسبة القتل الفلسطيني 100 في المليون أمريكا أم الجرائم 17 في المليون يا من اشتروكم بالمخدرات توبوا من أعطاك السلاح صف فيه وقل له يا ربي توبت دمه مقابل دم من قتلته وإلا مخلت فيه جهنم لك بالمخدرات اشتروك يا عميل 90 ألف رصاصة مثل ما قلت لكم بالحلقة الماضية سربوها الجيش الإسرائيلي للعملاء الخونا احمو الشعب الفلسطيني بيقاتل نفسه لا لا يا بويا دولة خونا ربتهم إسرائيل المخدرات هاي ألف دولار ولا تعطي تعطي المخدرات هاي ألف دولار آه والله سيدي بدي إذن جعلوك مدمن ثم دعسوك بالصرمة استعبدوك بالمخدرات يا الله رسالة إلى الداخل الفلسطيني إخوانا إخوانا بدها تنتهي هذه الظاهرة مش انقدت البعضين لا بالتوعية الدينية شفتوا الدين يا مسلمين الدين كالأكسجين دقيقا غاب تنتهي حياتنا ووجودنا الدين هو اللي كان يصنع الأبطال يصنع الأمة النظيفة من يقضي على هؤلاء التدين تدين شفتوا الشباب اللي وقفين في غزة أمام هذا عبدو الوحيدين بينما الداخل عن بقتتل لأنه استعبدوهم عن طريق المخدرات نكمل الحديث كنت بدي أعرف بكتاب لكن آن سأتكلم عن نشيتي الكتاب عن كل حال ما تتكلم عن قضية من قضايا تشرح فرض الهيمنة على العالم العربي يكونوا معنا في الوصلة الثاني أيها الأعزاء اشتركوا في القناة إخواننا مشاهدين أخواتينا مشاهدات نحياكم الله مرحبا بكم في الوصلة الثانية من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا بنا نتكلم عن كتاب اليوتوبيا القرآنية الدكتور جمال حمصي مية وخمسين أربعة وخمسين صفحة لكن أزعم أنه يجب أن يقرأ مستوراق في الطرح توثيق مراجع غربية كمية ومراجع بالإضافة إلى الكاتب له كتبه السابقة ما شاء الله راجع إليه أيضا اليوتوبيا اللي هي كلمة طوبة التي في القرآن هم اللي ماخذين منها مو نحن اللي ماخذين منهم طوبة لهم وحسن مآب يوتوبيا بس هو استعمل المصطلح الغاربي لأنه هو الرائج ليس لأسف إحنا مبنحي مصطلحاتنا يا بويا من أن أخونا الدكتور جمال الحمصي مش الحق عليه طبعا يعني هو أن استعمل الدارج على كل حال في كتابه هذا بيقول لابد من الاتفاق بتاريخ المثب الليبرالي الفترة تقريب ألف ثمانمئة ألف وثمائة وسبعين يعني مية وسبعين سنة تعتبر الثور الفرنسييني الفرنسية نقطة تحول تاريخية لتعميق الليبرالية في سياسات ومؤسسات وبناء الدول الغربية الليبرالية اللي هي التحررية يعني لبرالز إحنا بما نتحرر من الدين والكنيسة كنيسة ما في أصلا نصوص كلها توجيهات ذوقيات يعني روحانيات ما فيش تشريعات إطلاقا إطلاقا يعني كلها نصائح ما بتعمل منهاج دولة ولا دستور دولة بينما قرآن فصلناه تفصيلة يا من تريدون أن تتعلمنوا على طريقة الغرب طب خذوا منهم الديمقراطي قالوا لا إلا هذه يا شيخ إلا هذه ها أخذت عنهم اللا دينية اللي هي نقيض ديننا المليان بالأحكام وما عندهمش دين فيه أحكام وتفاصيل تناقش مين يا أخ تاريخ المذهب الليبرالي المتزامن مع مشروع الاستعمار والعلمنة الغربية للمنطقة وممارسات الليبرالية الجديدة نيو لبرال 1975 2020 يعزز الرأي القائل بأن الليبرالية الغربية مجرد معتقدات ناعمة تدعم التسامح والخصوصية المحلية كلام أهو كلام طب الآن كش ميرتباد ش موقف أوروبا نو كومنت أحنا مش شايف أنا مش سامع أنا مش داري أنا مش شايف لا أسمعكم الله ولا أراكم ولا دراكم أحد أمريكا أنت القوة العظمى الوازنة الله يفتتها يا رب واجعلها ولاية كل ولاية دولة في العالم العربي فتتمون فتتكم الله كش ميرتباد يا أمريكا ميستر بايدون شايف لرب نعامي قلبك كلمة قال أنا إذا مس المسلمين ما بتكلمش بتمنى لهم الإبادة أوي ياز ميستر بايدن الله يزيدك صير ميستر مبري آخ هذا اللي كان ناعم أحنا كنا نقول بعض الشر أهون من بعضي طلع الشر كلهم زي بعضه اغلط ايه اغلطنا يا سيدي أقول تلك من الصالحين قلت لك بعض الشر أهون من بعض لك بلدوزر يعني هذا ترك بسيط لكن طلع مسموم شو المشكلة إعادة تشكيل الواقع في دول عالم الثالث وتنتشر حول العالم بالإقلاع سموثلي وسيلنتلي وسلولي دون عنف ينقل كتاب اليوتيوب عن الدكتور واي الحلاق في كتابه الدولة المستحيلة فيقول الحلاق بأنه متفق مع فرضية العلمنة فرضية أنا مفروضة فرض على العالم العربي يعني اختيار حر لا بدك تعمل العلمنة علمات زيديح الإسلام يعني منتهى البساطة مش علمانية على طريقتهم اللي هي ديمقراطية تختار من تشاء جيح من تشاء أهو أكونوا بحقيقين لا كل هذا الشيخ بلزمكم مش في العالم العربي هذا بلزمنا احنا بفيرانسا ببريطانيا بألمانيا ميركل طارت سموثلي بتستقيل تقول لي شعبها هعملها تمثال نشكرك على خدماتك كنت قائد ممتاز بس خلاص أوفر بكفي احنا العالم العربي لا احنا أوروبا أوروبا ورانا بقرن كامل يا شيخ بتعلموا مننا وتعلموا الحاكم مخلد مؤبد ايه للأبد والأسد للأبد فيش واحد في الغرب يقول فلان للأبد مستر بايضن للأبد فيش للأبد إنما الأسد للأبد وأسد الأسد للأبد ماشي الحال إذن فرض العلمنا عن العالم العربي بالعصايا يعني والحال لغطة مثقف كبير وكاتب مشهور على كل حال بداية القرن 19 على دل الاستعمار الأوروبي تفكك النظام الاقتصادي الاجتماعي السياسي الذي كانت تنظمه الشريعة هيكليا هي الدولة العثمانية أي أن الشريعة نفسها أفرغت من مضمونها واقتصرت على قوانين الأحوال الشخصية الطلاق ثلاث مرات يقع ثلاثا واللي يقع واحدة هذا حكم الدين بس طلاق أنت طالق أنت عليهم حرام طلاق هذا ولا مش طلاق اختلفوا العمة واتفقوا على أن لا يتفهم المهم آخ مدى أسلمت والله هذا بحث طريف جدا بده يعني بده رواقة إيش هذا عاملين استطلاع ضخم 2010 وعمموا الدراسة على 208 دولة فخرجت نتيجة الدراسة بخلاصة مفادها أن الدول الغربية عموما أكثر تطبيقا لمبادئ ومقاصد وقيم الإسلام من الدول الإسلامية نفسها على أوتك وقياس مؤشر القرب من الإسلام للسنوات اللاحقة لهذه الدراسة حتى سنة 2019 يعني الدراسة بدأت 2010 واستمرت إلى 2019 واستطلعوا 208 دول يا الله وهذا الاستنتاج لم يتغير نعيد نعيد دراسة على الاسبات 208 دول مش عم يطبقوا القرآن والسنة لا بس الآن المواطن محصل كرامته وحقوقه اللي نادى بها الإسلام أكثر من الدول المحسوبة على الإسلام والعروبة وشنون هالفيلم قل لي تحفا نحفا يا سلام شي بيخزي شي بيخزي ومفكرون الإسلام بس تعمل دقن وترفع رأي تحط عليه أهلال ولا ما تحطش أهلال لا مش في هذا يا أبويا كرامة المواطن حرية استقلاله الاقتصادي أن يكون مكفي محترام موزدته بالسجن مؤبد من غير ما يعرف شو المشكلة شاكو ماكو شو بيم عوض قال له ماكو مش عجبنا شكلك أقعد لما تطخ في السجن لا محاكمة مولاني لا قد يؤخر من حدود بيعرف شو الموضوع شو المسألة مش شغلك بيم شو حياتي بتقول نايل أنت وحياتك زدتوه عذبوه جلدوه آخ آخ لما كان صراخ المساجين يزلزل منطقة القلعة من التعذيب بدين نقلوهم من حدود السودان يا الله يا الله فكرامة المواطن هذه قيم إسلامية كلها فطلع الغرب أكثر تطبيقا لقيم الإسلام فالغرب اللي بنتخذ الإسلام أنت عم بتطبيق قيم الإسلام وأنت لا تشعر طبعا فدراسة ما أقول لك فذ مؤسسة رند البحثية الدولية مشهورة جدا في أولاد المتحدة مؤسسة رند يعني الكل يعرف رند أصدرت أيضا دراسة شاملة بني هاني تابع الموضوع أو ناقل الموضوع 2017 أشرف عليه بقول الباحثون الغربيون عن إسلامية الدولة إسلامزم إسلامست إسلاميسيتي أوف مودرن أراب أند المسلم ستيت إسلامي سيتي يعني أسلمت مقدار أسلمت أو إسلامية الدول العربية والإسلامية طلعت كلها خارج القياس سرعة الدول الغربية أكثر تطبيقا لمبادئ الإسلام من الدول العربية والإسلامية الحسوبين علينا الحساب بس عبئ على راسنا لا إله إلا الله بلغ عدد الأشخاص المدرسين 210 ألاف شخص واستغرقت الدراسة من 2004 ل2015 يعني 12 سنة وخلصت هذه الدراسة الثانية لتسنتاجات الدراسة الأولى العالم العربي عموما أقل تطبيقا للإسلام من العالم الغربي الغربي أكثر تطبيقا للإسلام من العالم العربي والإسلامي هذا من كتاب اليوتوبيا القرآنية إن شاء الله الكتاب أستصحبه عشان ورجيكم كتيب يقرأ في يوم لكن والله في نظري ضعيف يوزن بالذهب بتعبنا كتابه الأخير العزيز هذا مقال بيقول أسهم سلام فيا تصعد ما هو هذا رجال عباس شو المشكلة طلع فيه شو المشكلة كلهم رجال عباس كل العالم العربي رجال عباس شو المشكلة إيه أما مشكلة سلام فياض هل تبنت واشنطن السلام الاقتصادي مقال محمد خروف الرأي عدد 18 عام 53 وثلاثة واربعين وجاء فيه تسريبات مبرمجة مثل وسائل الإعلام أمريكية وإسرائيلية تتحدى عن أن رسالة تحذيرية وجهها بيضون لعباس بحزرك بحزرك عباس بحزرك بيضون بحمر بحمرك بحزرك رئيس رئيس على سن رمع بحزرك ما تورجينا شنباتك كله اسمع أنا رئيس مثل مثلك قولها يا عباس بملء الفم مهم جولتهم إسرائيل قدامكم سنة واحدة وإلا والله جيوشي الجرارة أجرها وأحرر فلسطين الله أكبر الله أكبر خربت خيبر الله أكبر تطالب عباس بتطبيق جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وعدم تلاعب تلاعب عباس مع بايدن عباس ما تلاعب شي معايا بقولك بايدن بحزرك مش أنا لي بحكيها أصحابك في وين في العالم العربي كله بحبوك مطالب لافتة في توقيت كانت تأكس حالة غير مسبوقة من التوتر المتدحرج في علاقات السلطة بالإدارة الأمريكية التي راهن عباس عليها كثيرا وطويلة وكل العربان طبعا براهم وعجارة الأمريكية كلها بتعشق أمريكا كلهم يذوب عشقا في أمريكا خلصني بعدما رفض بايدن طلب مقابلة عباس عاوز أشوفك ولو سا اديني من وقتك نص سا مشتألك والله يا عم بايدن قال لي مش فضيلك يا روحي دي بأشوفك بعد سنة بعد سنتين لما أنا عاوز أشوفك أشوفك دي اللواتي مش عاوز أشوفك كيف الفيلم تحفة كان عباس نجما هذا نبو تعليقي في توقيع أوسلو مع عرفات لأنه كان مهندس أوسلو عرفاتي اللي وقع بس منظرنا كان الحقيقة تحفة جئتكم باي بيس ما شاء الله بغصن الزيتون وراء غصن الزيتون عم عرفات انت وعباس وراء اذلية الشعب الفلسطيني اخ نحك عن الرمز اللهتون الرمز غلط يا اخي من خرقتش السماء ولا انطفأت الشمس اخطأ الرمز واحترفوا لك سنعم عم توكل فينا قطعة قطعة والاقصة يهدد يقول للرمز والرمز وعباس هددهم اذا لم تخرجوا خلال السنة ايوا كمل كمل سمعني والله هيعمل ايه اشكيكم من الامة المتحدة اللي انشئتكم يا حلوتك اخ وشوف قتلوا اليهود رابين لانه وقع وحنا بنقدس بدناش نقتل حدا بس اقول غلط دولا قتلوا والقاتل بعلك وقع الطاقية وطالها الضابط وحطه فوق راسه باحترام شفت الفرق بين الدول الحقيقية وانا مش عارف اذا رابين ختل من متعصب ليش وقع واتفق كلها لصالح اسرائيل وما حدا مش عاجبني بس طلقوا وانا قاتلوا وحنا قلنا هاي خلينا ياك يا عرف را عرفات اذا خليفة عرفات خلينا الخليفة بتاع المهم ومع انه الموضوع كان مذبح للحق الفلسطيني قام الطبالون بتمجيد الموقعين عباس وعرفات واذباتت خيرات السلطة محدودة وضيقة منذ اتهاء حرب 11 يوما في ايال الماضي وانا ما رتبته معركة زيب القدس من التدائيات بعد كلام طويل قال اي الكاتب هل يستجيب عباس لبايدن واشار انه بين فياض وعباس غياب الكيمياء ولا الفيزياء يعني فيش كيمياء التواصل والتفاهم اذا خلص خلص بناش انسيه الى الناس ما فيش انسجام ركز التحذيرات باندل عباس من عباراته عن سحب الاعتراف انه عباس كان يقول بسحب الاعتراف بدولة اسرائيل قال له يا امو ما تعيدهاش مرة ثانية مرة ثانية فاكر اعمل ايه بعرفات ولا لسه مش فاكر ان كنت ناسي افكرك افكرك احنا اللي ما نعمل السم 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 ما افكرك انا مفتكر اه ها خليك ماشي ما تقول ليش مرتين قال يا ابن بنحاول نضحك على الناس يا عمي بايدون انت مفهموني لما انا قلت خلال سنة انذركم وحذركم انا عندي شي ما كلام كلام تحملوني لا لا ولا حتى الكلام اتحمله والله ما له رصيد شك من غير رصيد يعني تحملوني يعني بدي المع نفسي قدام الشعب اهو كلام يا عم بايد وختم تبدو سلطة رمالة مرتبكة هذا المقال ومتلعثمة بعد تبديدها ما تبقى من اوراقها في معارك جانبية دولة الوهم دولة عباس بنيت مجددا ابو طاقية هذا من الزلاج عن راسه وقالك انا متدين في واحد عرب يقول انا متدين وارجيني اياه ها ها اغزة بتقول كلهم بكرهوها وانذاري بحاربوها هو مصر تخنخها بالمتين يوم اغلاق لانهم متدينين ولهم قاوموا اسرائيل على براطة لفندور لواش يعني اذا ليش بكرهوها بحاربو مخدرات لا بقتلوا الشعب الفلسطيني لا بغضروا في مصر لا 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 خونا لا رفعين راسنا بنت بقول لن نسمح بقامة دولة فلسطينية انت سمعت جم سمعت انا يا عم عباس اذا ما وصف عباس بعد هذا بدان بقول لك لن اسمح انا اللي بسمح مش انت عم عباس انا اللي بسمح لك او ما بسمح لكش ولن اسمح لك اذا اسمك ايه بدان فيش دولة اذا اسمك ايه رئيس دولة فيش دولة اذا انت اسمك ايه المسلم لك يا اسمك ايه اسمك ايه هل تعترفون بالخطيئة لا طبعا نحن الرموز لا نخطئ نحن الرموز ما بنغلط شيء ما بنغلط شيء كل هذه المواقف تتكرر مئات المرات وأنه لا دولة إنما أنتم شرطة الاحتلال شرطة الاحتلال بنت قال هذا خلال مؤتمر صحفي مع ميركل اللي طايرة وقد رفض إقامة دولة فلسطينية وقال إن إقامة دولة فلسطينية يعني جلب دولة إرهابية شفت يا عم عباس لعتو ايه عم عباس شفت بيقول لك ايه انت دولة إرهابية وقعت ليش يا عم عباس انت وعرفات يا مهندس أخ على بعد سبع دقائق أجيب دولة إرهابية على بعد سبع دقائق من بيتي إلك بيتي يا بنت أخسر لكم بيوت بالخيانة بالخيانة أخ لو لو تركوا الشعب الفلسطيني يا ريت جينا نساعدهم يا شيخ بالله بالله ساعدت ولا سلمتهم أخ أخ جاءت تصريحة بنت مثل ما قلنا ردا على ما جاء في كلمة ميركل لأنها ترى إنه حل الدولتين مهم للتوصل لحل مع الفلسطينيين ماس كي ينا ميركل يعني بهالتنورة اللي قبل ثلاثين سنة طلعت فيها من الرئاسة نفس التنورة المش موضوع هالتنورة إحنا المهم مجرد ما خرت وحل الدولتين قال لا 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 فيش حال دولتين أنا أجيب الإرهابيين جنب مني على بعد سبع دقائق من بيتي من بيتي لا ولا بهمه لا ضيف ولا ضيفة ولا غيره عم وسلم في العالم لك تعلموا عزة النفس من الأذلة ذولا اللي ضربت عليهم والذل تعلموا لك فلقت مرارتنا يا شيخ لا رديت شكرا وأضاف اسرائيل تتعلم من التجارب هذا بنت احنا من نتعلم من التجارب تجارب ما تضحكتوا علينا عم بنت اخ لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية الآن المطلوب من كل العرب أن يتوقفوا عن تكرار المقطوع الموسيقية الممجوجة حل الدولتين هم 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 وحل الدولتين مش مرة من اغنية لك اهمية مرة وهم يعلمون أكثر منا أنه لا حل ولا دولة إنما استعباد واستغلال هؤلاء شرط وتجسس وتعذيب للفلسطينيين لا تقولي عم عباس لا تعذبون للفلسطينيين أنتم وذلك بقول يا رب يكونوا اليهودي طرق الباب ساعة 12 بالليل يا رب يكونوا اسرائيل مش السلطة يا رب يا رب يا رب ادعي لي يا رب يكونوا مش السلطة لأنه أنتم أجرا من اسرائيل اسمع هذا إسهاءة صورة دولة عربية فلسطينية طينية طينية طيب ما ناتمنى يكونوا صادقين وطنيين هذا أقصى ما نتمنى يا ذل منه يا ربي هذا أقصى ما نتمنى بل أنا كارهانا يكون وطني أنا وطني وغصب عن شنبك أشهد أشهد وغصب عن راسي أيو الله وخانة ميركل اللي تنظم زيارة دولة الاحتلال قبل انتهاء ولايتها إن أمن إسرائيل أيو يا ستي سيكون على رأس أولويات كل حكومة ألمانية عموه العالم كله مستعبد عند إسرائيل فكني صهيونية عالمية ماسونية عالمية مافيا سياسية عالمية اشتعجبوا يا ميركل مودعة طبعا يا ميركل يهودية لكن نظيفة مختصر الكلام أشوى من غيرها يعني لما تقيسها مع كارون تطلع أمور نسبية كانت تكلمش مطلق أتمدحوا يا أخينا مش عم بمدح بقول بالنسبة لي مع كارون أم يزميد سنة المهم هذا بعدما صفعها بنت بصفعة ردت كلمتها عن حل الدولتين علما بأن ميركل محسوب على المعتدلين في موضوع حق الفلسطينيين ذكرى مجزرة خلقيلية خمسة وستين سنة سنة ستة وخمسين عشرة عشرة ستة وخمسين حصرت مجزرة خلقيلية عنوان على ربع صفحة من جرائدنا في التفصيل ومدرتك في مثل هذا الجائل اليوم سبعين شهيد دخلت كتيبة الموت بقيادة شارون كتيبة رقمية واحد وأول شيء ذبحوا كل الحراس الأردنيين من الشرطة أو من الجيش ولغموا المعسكر كله يبدو كان معسكر شرطة يعني مش أو جيش والله ما أدري لغموا تلغيم ما يعني مش بالرشاشات لا 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 وكل المساجين فجروهم شو نحكي طبعا واطلقوا النار عن أهالي وكانت مذبحة بالمركز وعد تفجير سبعين شهيدا من المواطنين والجيش ومئات الجرحى يروي شارون في مذكراته أن والديه كان شاهدين على أضواء المعركة يروي جندي نجا من المذبحة جندي أردني يعني أن الصهاينة ذبحوا حراس المركز ثم فخخوه ونسفوه وقتل جميع سجناء المركز بالتفجير والتعليق منه هذا هو العدو الذي يهروا للعرب اليوم للتطبيع معه وكأنهم أمة بلا ذاكرة هيمنت الصهاينة على العالم فيه خبر في إحدى جرائدنا غير الرسمية شوان رسمية فيه جرائد يعني الدولة متبنيها واضح وفيه جرائد يعني تعطيها دعم بسيط المهم من ذويات الدعم البسيط حكومة الاحتلال تمنع نشر وثائق حساسة متعلقة بالنكبة وفي تفصيل خبر قالت الجريدة حمل معهد لبعث لبعث الصراع في الشرق الأوسط حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الحيلولة دون رفع السرية عن حزمة كبيرة من الوثائق المتعلقة بجرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين يعني فيه وثائق آن أن يرفع عنها السرية ما رفعوش عنها السرية تتعلق بجرائم ارتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين يجب أن ترفع عنها عشان يطلعوا الناس على الوثائق قال لنا ما ردش على العالم كله بلط البحار هاي الدول هذا الزعمات تعلموا وخلص المحد هذا الاسنتاج في تقرير نشر قبل أيام بخصوص أنشطة اللجنة الوزارية الخاصة لدى الاحتلال بالوصول للمواد الأرشيفية اللجنة بوزيرة العدل الإسرائيلي الخلاصة الوثائق المتعلقة بالنكبة ثمين وعبتسوة أربعين الوثائق المتعلقة بأحداث حساسة في تاريخ الاحتلال يعني المهم إن إجراء مناقشات معقدة على الحقائق يخلق صورة مشوهة إذن لابد من للطلاع الوثائق ما فيش طلاع الوثائق مختصر الكلام لأن اليهود يهيمنون على العالم والسلام نلتقي في الوسط الثالث أيها الأعزاء بعد الفواصل اليسير كونوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس رأى زي البرق وباختصر ربع الموضوع بظل معايا الرزمة مثل ما هي كل حلقة هكذا التطبيع سريعا جدا أول رحلة تجارية بين تل أبيب والإمارات بدون تأشيرات الله هو أكبر مدد شو عليش عليش بدون تأشيرات لك هاي العلاقات بس ياريت مع العرب ممكن نزور قال لي والله لو توصل عمرك ما بتطلع شكرا جاكم الله خير ما تقصرون ونبدي أوصل هنا هنا قاعدون حتى الموت مش ناقصني تركيا وسوريا أردوغان بيقول صبرنا طويلا وآن لنا أن نتدخل الأسد ألقى عبلا على تركيا وتخففه من حمد العبئ والعالم يتفرج يعني أنا الشمال السوري متفشي في كورونا طب الشمال السوري متاخم متصل مع الأتراك طب تعمل لي موجة كورونا جديدة تقطع لي السياحة وتخرب بيتي ليه أنا أتحمل عبئك يا أسد والعالم قلنا لكم من أول يوم كل العالم بدون الأسد كل العرب بدى الأسد قلنا لكم لما ما قلنا لكم قلنا لكم نشاطر لأنا مش شاطر لا والله مسكين لكن بنحاول نفهم يا أبو كلهم بدهم الأسد يا حاج بيعشقوه عشانه حلو الزرافة الرقبة الحلوة الممغوطة اه بعدين ابن أسد يعني أسد ابن أسد أخ فألقوا على تركيا عبئ ضخم طبعا عصابات ومجرمين يعني لاحق طبعا والنظام زت آلاف المجرمين أصحاب السوابق المخدرات ضرب مواس كره يعني سوريا إخوانا مع الأتراك كشعب لكن دس المجرم عصاباته الإجرامية آلاف يرتكبوا فضائع ضد الأتراك في الأتراك كادي يسقط أردوغان بالانتخابات من هذا الباب أنه أنت جبت لنا ملايين المهاجرين وعم بقتل فينا قاعدين ونشل ومش نشل ومخدرات واضح يا أبو فالأردوغان وتركيا مضطر أن يعمل إجراء في اقتحام الأسد برجع شعبك لأنه من عندك تحملنا طويلا الهند وكشمير يا مسلمون يا دول الإسلامية يا دول العربية يا أصحاب الحمية وينكم فلسطين الثانية كشمير جنة من جنان الأرض كشمير وطن للإسلام والمسلمين الآن الهند بدها تحصره وتبيد عشر مليون كشميري إبادة ملايين من المسلمين وين الدول العربي ولا كلمة ما سمعناش قال إحنا مشغولين شيخ ما شاء الله هالشغل ما إحنا شافين نتائج ازدهار العالم العربي تقدم علميا تنكولوجيا شي شي بلاوي ما شاء الله اقتصاد ناشط والنمو الاقتصادي فوق السحاب خاش نمو المصانع مصانع وأكون صناعة سيارات بعد وينو في الحلم وماذا نسيت والله وزراعة متقدمة ما شاء الله ولا شي مما ذكر كلمة قاطعوا تعكوا سياسة كلموا شعب مسلم إخوانكم قال احنا مشغولين بهمومنا الداخلية وش عملتون همهم الداخلية والله يا كل الدول العربية الفقر والمخدرات والجرائم والسلبيات واللاديمقراطية هذا واقعكم إذا مشغولين بإيش ولا مطوب منكم السكوت على مذابح المسلمين كشمير كشمير فلسطين الثانية جنة من جنان الأرض عباد البقر يخرجون عباد الله إلى الموت ويحتلون ويغتصبون نساهم بصيحوا نساؤنا بناتنا تختصب أمام عيوننا يا المسلمين وينكم ش نحكي لكم يا كشمير شو نقولكم شو نقولكم نقولكم رأسنا واطي نقولكم ما عندنا ما عندنا نحساس شو نقولكم دولنا مشغولة نقولكم هقول مشغولة بإيش قلنا له بخضايا مهمة أهم من أعراض المسلمات يا أخوان يا أخوان يا أخوان يا مصر من المئة مليون قال على الدول العربية أن تتأسى بخطوات الرئيس أنور السادات يعملوا سلام مع إسرائيل مثل ما أمنا سلام مع إسرائيل يا سلام عليك يا ميسيسي يا دول العربية تعمقوا وتجاوزوا سلام السادات يفتح عليك لاحظوا إخواني هل إقبال على السلام في عز الهجم على الأقصى لهدمه قالك بدنا نهدم الأقصى هذا توقيته يا عم سيسي شو قلنا لكم من أول يوم لانقلاب جابتوا إسرائيل قلتوا لا أشيخ تنجموا شيخ قلتوا عليكم جالكم الكلام يا ناس ولا لسه ما جاهش والله ما أقصغي عشان كلمة لن نترك غزة وحدها أهلا أهلا ورفع الحصار أهلا غمزة عين يالا انت هو انقلاب وأنا بأيدك أمريكا في قبتي أمريكا هنا أمريكا أنا معاكم ولا كلمة ضد الانقلابات أمريكا ما لكم قال بس هذا كان متشدد ما كانش على مساجنا طبعا الإعلام المصري ده أمريكا يا أخوان أنا بقول أبو دئن ده من اللي قاب دلوقتي فهمت والله ما فهمت حاجة يا أخي العرب والله ما انت فاهم شي ما انت فاهم رأسك من رجليك لا والله أبو دئن ده كله غيره على الإسلام والمسلمين وفلسطين انت عم تقولي الآن الدائري رقم خمسين والمشعرهمين رقم تسعين والعاصمة الجديدة بس يتوحفف تنتوحف الزمان العاصمة الجديدة الدول بيقول هننقل إزاي قال له بترك حتى هنقل إزاي عنده قول إزاي آخ يصدق فيهم العرب والمسلمين قول القائل لا خيل عندك تهديها ولا ماله فليسعد النطق إن لم يسعد الحاله أو ليسعد زي بعضهم يحكوا كلمة يا أخوانا كشميريين أصمدوا سربوه مسلاح قومه ودافعه بمتواقف عن عرضه وعن شرفه وعن مساجده للتحرق قال ابنه من غارها يا شيخ شكرا مديونية الأردن تجاوز 113 بالمية من مجموعة الدخل للقوم وشو يعني وشو يعني من سلامتك أنا ما قلناش شو يعني وشو يعني خلاص ولا شي خبر لا إله إلا الله وضع العالم العربي ما له مدى عقل نيته قبل وبعد وباء كورونا برضو من جمال حمصي بقول مشروع النهضة ويأخفق حاليا بمقاييس شتى مما فيها العجز المزمن في تحقيق التنمية المستدامة والتشاركية كلام أهو كلام والتقدم التقني والديمقراطية والحوكمة الرشيدة كل فاشل كل فاشل بقول كيف نتعامل مع الفوضى والمعيشة ضدنكة في الألفية الثالثة صفحة ثمانية وسبعين من طبعة الفين وعشرين وحماية حقوق الفرد وهيولوط من استغلال الاقتصادي والماء أرضم الله واجركم قمة أفريقيا فرنسا ما لها مكرون بنظر عليهم فواحدة قالت له أنت بتطبخ في طنجرة وسخة ولن نأكل من طبيق مسموم أنت عم تطبخه جربنا استعماركم قال أنا استعمار دشة دش ما حصلش وقالت نطالب بالاعتذار من فرنسا الاستعمار قال لا يوجد اعتذار عن الاستعمار منتهى الوقاحة احنا ما بنعتذرش نو أبولوجايز احنا عناتر احنا منغناطش ما حصلش لا قتل ولا اغتصاب ولا حرق ولا تهجير ولا نهب ثروات ما حصلش بور احنا اللي خلقنا الجزائر استغفر الله انتو كنتوا عايشين على حساب الجزائر مية وخمسين سنة وانتم تنهبون خيراتي وتقتلون أبنائها مية وخمسين سنة يا مجرم لا تقول مجرم هذا رئيس دولة انا ناسي اسف اسحبتها ضباط فرنسيون يدربون متطرفين ومنهم داعش في مالي شفتوا يا ابوه لما قلناك لا فارج الفرنسية من اكبر الداعمين لداعش داعش والان ضباط فرنسيون في الاخبار على عينك يعني يدربون متطرفين وداعش في مالي داعش مرة اخرى وزير خارجية تركيا يستغرب من الذي نقل داعش من سوريا الافغانستان هؤلاء مرتزقة تحت الطلب اينما تريدهم تجدهم اينما تريدهم تجدهم الان افغانستان طلعت امريكا احنا بنحل محل امريكا نخلق فوضى فجروا مسجد اخر شي عملوه جزاهم الله ما يستحقون من جهنم ان شاء الله مسجد قالهم شو كفار مسجد ولا غير مسجد كفار السيمبل ازداد بهالبساطة نعم نعم كفار شو المشكلة قلنا لا قلت سلامتك مشكلة ايش فجر المساجد قلنا رصحهم فجر الكعبة كفار فاكل ما تصموا نفس العقلية كله على منهج البلد اللي بطل عن الاسلام كلهم هالزريعة ها ها عشان بس نفهم الان تخبوا الان تخبوا بسأل مين هنا قال داعش مش قلتها كان لا استنقلهم من محافظة لمحافظة بمصاد مكيفة والله قلنا لكم من اول يوم الفضل الله بنعطيك الخبر من بن بدري هؤلاء مرتزقة تحت الطلب اينما تريدهم تجدهم هم قاتل بالايجار يمكن ان تكلف بأية مأمورية في اي مكان في اي زمان انا جاهز حقوق الحيوان لازلك حقوق الانسان لا يا اخي حقوق الحيوان اكتشفت لجنة تحقيق في جنوب افريقيا مزرعة لتربية الاسود فوجدت الاسود موسخة طعامها غير صحي وهي تحقق في المسألة وستقاضي مربي الاسود فهمت ليش قلنا حقوق الحيوان يا لية حقوق الانسان في العالم العربي بتوازي حقوق الحيوان اللي بجنوب افريقيا افريقيا اسئلة برسم الاجابة لماذا اسرائيل تعربد على اثنين وعشرين دولة عربية وتهدد الاقصى ويقبل العرب عليها بالتطبيع اجيبوا سؤال للجميع هل كانت عداوة العرب لاسرائيل حقيقية وبالتالي هل كانت الحروب كذلك حقيقية ام كل تمثيل في تمثيل سؤال انا ما عنديش جواب عندي اسئلة ما عنديش جواباتها بحب اسماء الجواب من جنابكم ثلاثة ثلاثة يعني بالعربي هل كانت الهزائم طبيعية ومنطقية ام خارج المنطق وخارج الطبيعة وخارج الواقع حقيقي الهزائم يا شيخ شو المشكلة يعني موفو أحد من هزم المسلم لما نهزموش فاتهم النصر بعد ما كان باليد طار من اليد نتيجة مخالفة الامر تربية لهم اربعة لماذا كلما زادت اسرائيل من اذاها لاهل فلسطين وتهديدها بالتضييق على الاقصى وعلى اهل فلسطين زاد اقبال العربي عليها هه سؤال ما عندي جواب فعلا يعني ما عنديش جوابنا بس عندي اسئلة ومحتار كيف كيف اجاوبها سألنا جنابكم لانكم يعني انضج عقلا وابعد نظرا ممكن عندكم معلومات مش عندي شو اسوي خمسة لماذا اقوى العلاقات بين الدول العربية وبريطانيا وامريكا وهاتان الدولتان هما امان لاسرائيل واقوى العلاقات العربية مع الدول الغربية مع امريكا وبريطانيا بريطانيا وامريكا وتدعمها وتمدها هالدولتين بكل اسباب القوة ونحن بنمد امريكا وبريطانيا بكل ما ما عندنا من تجارة وطاقة وغيره بنمدها باسعار بنحبهم يا الحب من الله شيخ هذا كل مسيرة حب احنا بنحبهم لله الله الله ستة لماذا كل دول العالم تجري فيها انتخابات حقيقية والعالم العربي لا حقيقية ولا صورية حتى ولا صناديق معبئة جاهزة بطلوا بدناش حتى الصناديق لمعبئة الجاهزة مش عاوزين سبعة هل الشعوب العربية اقل شعوب الارض قيمة فهي بالتالي لا تستحق الديمقراطية ام ان الديمقراطية مالها اقل من قيمتنا وحقنا ها واش رايكم قال والله ما عندنا جواب عن كل اسئلتك يا شيخ شكرا بدان ما عندكم مش اخ استبعاد حل الدولتين قلنا اصبح يعني امر معروف جدا العلال الاجتماعية من يداويها وكيف مثل الغزو الفكري الالحاد التغريب المخدرات الفواحش التظالم الجواسيش لصالح العدو التزوير العنف الخمر الشدود لا تقول شدود بسم الله الرحمن الرحيم شو اقول هذا اسمه زواج مثلك مثلك انت اعوض حاشاكم الا قاتل الله من من ولد هذه المصطلحات اخ الان بدهم بدهم يعلم الناس شو اسمه هذا الجزار مش الجزار الشمندر الجندر يا شيخ مش شمندر افكر شمندر الجندر شو يعني الجندر يقول يعني تختار ان تكون ولدا او بنتا مثلا يعني حر انت حر في نفسك الله مش حر اقول كلمة احط ورقة بصندوق حر احول نفسي من ولد لبنتي من بنتي ولد وحط ورقة بصندوق قالي لا تنخسك بالارض دون ذلك الله اكبر شفت الحرية بيروح لوين الجندر وش هذا الشمندر يا اخي مش شمندر جزار مالله من لده اللي شو قلت والرباء والف مصيبة اخرى من لها من يداويها قال عند الله دواها القبض على شاب وفتاء في ايه ما لهم استولايا تحت الاكراح على مبلغ ثلاثمون وخمسين الف دينار هذا عندنا هل السجن كاف للعلاج شاب وفتاة استولايا على من شخص على يا الله القضاء يبرق بعد حواري خمس سنوات من المحاكمة صحاب شركة دخام الشغلك امصر يا ناس الانتحار سنة الفين وثلاثة في اليابان الفين واربعمائة حالة انتحار تشهد فرنسا كل ثلاث دقائق ثلاثين محاولة انتحار ويقع بالفعل حالة انتحار كل نصف ساعة من كتاب الجدران المتصدعة يا سلام شهدت ايطاليا سنة اربعة وتسعين ثلاثة تسعمائة وثلاثين حالة انتحار يعود الاتفاع عدد حالة انتحار الى الفراغ الروحي شفت الدين بيعمل ايه شفت يا ابويا عدد الجرائي المتنوعة في روسيا سنة اربعة وتسعين مليون وثلاثمائة وثنين وسبعين الف جريمة شفت يا ابويا الدين بيعمل ايه اخواني لو تكلمنا من هنا الى الصباح لا والله ما بننتهي من من هذا الكلام اهمية الدين وضرورة الدين في الحفاظ على ابنائنا وبناتنا وحياتنا واعراضنا وشرفنا ومقدساتنا السيسي واسرائيل قلنا لكم يدعو الى الذهاب ابعد واعمق واعمق ابعد من من في العلاقات مع اسرائيل مما ذهب اليه السادات وتجاوز المفاهيم السائدة بنت تكسروا المفاهيم السائدة فساد الحكم السابق في افغانستان وزير الخارجية الامريكي بيقول لم نكن نعلم بحجم الفساد المستشري في العهد السابق في افغانستان امريكا تسعى لخفض التوتر مع الصين وترسل مندوبا الى الصين لهذا الهدف وتريد ان تضع قواعد عسكرية في روسيا لمحاربة الارهاب والارهابيين في افغانستان امريكا وروسيا ندان صنوان الان عدو امريكا رقم واحد الان الصين رقم اثنين او ثلاثة روسيا مع هذا بدها تضع قواعد في روسيا بعد ما خرجت منتوف ريشها من افغانستان نحط قواعد في روسيا عشان اتنصت واقاوم الافغانيين والبركة في العرب يعني ممكن يودوا جيوش تحارب وتخرب من جوه بقصروش مع اسرائيل بالتنسيق نه بقصروش ما اللعبة ما الاهداف هذان هما العدوان اللدودان لامريكا يعني اما روسيا فعدو كان يشكل تهديدا كان يشكل ثم انتهى واما الصين فهي من تشكل التهديد الحالي ولعدة عقود قادمة التهديد الان امريكا الها نديد الصين ولكن امريكا متفوقة في عدد ناقلات الطائرات اللي هي حاملات الطائرات ومتفوقة في حرب النجوم عسكرة الفضاء كما يسمونها الصين متخلفة في موضوع عسكرة الفضاء عن امريكا عشرات السنين وفي موضوع الحاملات الطائرات متخلفة بعضو عشرات السنين لكن في الاقتصاد يشك ان تكون رأسا برأس مع امريكا بعد شوية ستفوق والاقتصاد الان هو وراء كل شيء على كل حال هل تريد امريكا التفرغ لاحد ما من هذا العدو الذي تريد التفرغ له المسلمون طاقة هائلة لكنها مقموعة مقموعة بالانظمة فهل تخشى من تحولات قد تطرأ على المنطقة امريكا بتعمل عسابات for everything الكونغرس يقرر تثبيت الاستقرار في ليبيا وليبيا مقبلة على اتخابات قال طبعا اخواني العالم العربي لن يستقر صدلوا مشغلينه حفتر وكل يوم بيلاقوا مقبرة جديدة عملها حفتر ما حد بحاسبه طب يدون قال حفتر حبيبنا حفتر صديقنا مش عفتر 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 عفر اللي هو لا رد الكونغرس يقرر تثبيت الاستقرار في ليبيا الكونغرس بيقرر احنا بنقول كونغرس ثبت الاستقرار يا حلاوة والاستقلالات يا شيوخ العرب وينو اللي بيقرر عليكم وعنكم وفيكم ومنكم وغصبا عنكم الكونغرس انا اللي بثبت الاستقرار ليس هذا الخبر مستفزا ألا يعني أننا مازلنا مستعمرات أو على أقل هم ينظرون لنا كذلك ماذا نقول ماذا نقول أهل أسرى 150 شهيدا في السجون وعدد من المصابين بالأمراض المزمنة 27 معاقا وعدد من المصابين بالسرطان 216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها الرجال الدين في الكنائس بفرنسا وحلها وحدها 216 ألف كنائس الكاثوليكية وبالكنائس الأخرى 300 ألف وكسر 310 كملكام والكنيسة بتقول سامحونا انتهاكات بحق 330 ألف طفل قامت بها الكنيسة والفرنسيين وغيرهم طلبوا الصفح اصفحوا عننا يا جمهور يا حلاوة لما تكرهوا في الدين 330 ألف ثلث مليون من الأطفال وقول لك الرهبنة هذا راهب على أوتك شفت فطرة الله يا أمة العرب شفت يا أبويا ورهبانية ابتدعوها ماكرون والجزائر أنا أعلم ماكرون بلد فرنسا احتلت الجزائر قبل أكثر من 150 سنة وظلت تنهم خيرات الجزائر أكثر من 130 سنة وقتلت مليون من الشعب الجزائري ثم يتبجح ماكرون بأنه لم تكن هناك جزائر أو أمة جزائرية قبل أن تحتلها فرنسا يعني فرنسا كانت جلبت معها شعب الجزائر وقالت لأقعد هون يا شعب الجزائر أصلا ما فيش بلد بلا شعب يا أخي هذا المستعمر وقع كل المستعمرين ليهود قالوا احنا شعب بلا وطن لوطن بلا شعب يا قبيحين وقعين كله الاستعمار وقع شعب فلسطين وين قال لي ما فيش شعب فلسطين جيت انتوا على صحراء بلقع يا فكانت تصدر خمسة مليون صندوق برتقال كل سنة لأوروبا ويقول ما كانش فيه شعب شعب متقدم كان يعمل بفلسطين من لبنان من سوريا من مصر من مختلف أرجاء العالم العربي كالكويت بزمن العز هاي فلسطين فلسطين أم الزراعة أم ميناء يافا وحيفا كان أشهر من ميناء بيروت مرات قال أرضن بلا شعب استعمار وقع مثل ما قلنا أعزاءنا أولا ننسى والله أهلنا في القدس المرابطين والمرابطات ثبتكم الله ماذا نقول لكم جزاكم الله عن مسر محمد خير الجزاء يعني هؤلاء من يبتدون بالمهج شيخ عكر ما ثبتك الله لك التحية والله هذا العدو المجرم يقتحم منزل وقت ما يشاء ممنوع ترعا أقصص أسبوع كامل وينكم يا شيخ العالم العربي وينكم أحباءنا إخواننا في هذا البلد وإخواننا في فلسطين ثبتكم الله حياكم الله أعزكم الله إلى ملتقى بكم ودائما نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداء السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة